السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خبتي أخواتي هذا الفيديو يعني جبت لكم فيديو خاص أخواتي أخواتي تشفوا على هذيك البنت الطالبة اللي جبت الباك بأعلى معدل اللي سموها وصال اللي من الصحراء وكرمها رئيس الجمهورية وهي حبت ما حبتش تروح للخارج حبت تقرأ في الجزائر حبت تكملت الدراسة تحها في الجامعة في الجزائر الآن مسكينا رهي تتعرض للعنف وتتعرض للاعتداء والحقرة من طرف زميلتها من طرف إدارة الجامعة نقرأ لكم هذا البيان اللي حطاته صفحة شبكة الأخبار الجزائرية نقرأ لكم شوفوا اسم عمليح مرفوعة إلى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صاحبة أعلى معدل في البكالوريا والتي اختارت الدراسة في الجزائر تعاني في الحي الجامعي بالعالية العاصمة هذا صحب الصفحة للكول اتصلت بوالدة وصال من الصحراء قبل قليل وهي في حالة قلق شديد على ابنتها وصال الأولى في البكالوريا إذ أن ابنتها وهي فخر الجزائر تتعرض لمعاملة سيئة جدا من إدارة الحي الجامعي للطالبات بالعالية وكذا من زميلتها في الغرفة السنة رابعة حيث أنها تتعرض للتعنيف بل أن إدارة الحي رسلتها كما تقول أم وسال تطالبها بالأشغال كنقل الماء إلى غرفتها والتنظيف فضلا عن ترهيبها وتخويفها ومضايقتها حتى لا تفتح كتابا يعني بشمت قراش حيث أنها تتعرض لتنمر زميلتها في الغرفة وأعوان الإدارة لدرجة أنها أصبحت تفك في الانقطاع عن الدراسة تقول والدة وصال بأن إدارة الحي الجامعي هناك مداروش حتى قدر للرئيس الذي كرمها أو حتى لصغر سنها وذكائها أهكذا تعاملون العباقرة في بلادهم؟ المطلوب هو تدخل وزير التعليم العالي فورا لم أجد ما أرد به على والدة وصال سوى حسرة المعلنة على هذا البلد وتمنيت في سري لو أنها هاجرت كما هاجر زميلها المتفوق الثاني إلى فرنسا ما دمنا نحتقر مواهبنا بهذا الشكل أصدقائي ترطجوا هذا الفيديو رب بيخليكم باش نسكينا تلقى آذين ساغية ممكن جدا هذا الفيديو رايح يوصل النداء التاحة باش ينقلوها من ثم ولا يستدعيها سيد رئيس الجمهورية ويديها للخارج تقرع لروحها يعني كما هكذا نعاملون الناس الطيبين والناس القاريين يعني نحقروها مسكينا كعجت من الصحراء وهما زعمة ديزال جغوة ونانانا وناناني وهكذا يعني هذه هي بلدنا هذه بلدنا تمنى إن شاء الله تلبرج هذه الفيديو خاتي أخواتي بيلحق هذا النداء إلى المسؤولين وخاصة وزير التعليم العالي شكرا لكم إخواني أخواتي بارك الله فيكم والسلام عليكم